السلام عليكم شباب أرجعنا لكم فيديو جديد هل مرة عدنا تجربة قمنا بها على هذا الموديل حبيت أشاركها وياكم للأخوة اللي يحبون يستفادون طبعا هل اللابتوب موديلها مثل ما يشوفون أمامكم سامسونج NP370R 5E هاي اللابتوب يجتني على أنه نظام نظام مضروب على أساس لأنه الويندوز يفتح تنطي شاشة زرقة تجمد اللابتوب بشكل كامل فرمت اللابتوب نصبت له ويندوز جديد بعد تنصيب تعاريف الكارت الشاشة أيضا صارت بها نفس المشكلة قامت تنطي شاشة زرقة وتجمد بشكل كامل اشتبهت بكارت الشاشة فققت اللابتوب بعد فتح اللابتوب نظام التبريد مالتها بهذه الحالة المرثية مزدود بشكل كامل إذا تشوفون فقق الفان إن شاء الله وننظفها بسبب انغلاق مجموعة التبريد بشكل كامل يعني سبب انغلاق المجموعة متبريد بشكل كامل صار بها مشاكل حرارة مشاكل حرارة أدت إلى تلف معالج الرسومات فوجب إلغاءه دورت بالإنترنت على لإلغاء كارت الشاشة ما لقيت صراحة فاتبعت بعد قياس الفولتيات وتأكّلت أنه هذا هو بور سبلاي الخاص بتغذية معالج الرسومات يعني هذا هو البور سبلاي الخاص بتغذية جبسة الفي جي اي فهذا الكويل الخاص بالتغذية رفعتها من طرف حتى تأكّد أنه المشكلة انحلت ففعلا بعد رفع الكويل من هذا الطرف وفصل الفولتيات أو التغذية عن الجي بيو فلاحظت أنه اللابتوب اشترت بشكل سليم وبدون أي مشاكل فأخاف تواجهك نفس المشكلة بنفس الموديل حلها بهذا الشكل ماكو حل منشور على الإنترنت يسبق هذا الفيديو هذا الفيديو هو الأول الذي يحدث عن كيفية إلغاء معالج الرسومات لهذا الموديل فراح نقوم بعملية تنظيف اللابتوب بشكل جيد ونقوم بانتزاع هذا الكويل بشكل كامل وعزل الأقطاب مالته وبعدها إن شاء الله نفحص اللابتوب سوية فخليكم تابعنا حتى النهاية طبعا أخوانا والشي رح أروح أرفع هذا الكويل بشكل كامل وأنظف مكانة وأعزلها حتى نرجع نقوم بباقي العمليات سوية فتابعوا حتى النهاية مثل ما ترون هنا قمنا برفع الكويل من محلة ونظفنا مكانة بهذا الشكل ويفضل عزل الأقطاب بأي قطعة عازل وتكون قطعة تب بهذا الشكل بعد عزل الأقطاب من الكويل طبعا ليس كيف رفعت الكويل هناك أكثر من فيديو أخوانا المبتدئين لما عندهم خبرات باللحيم سوف ترجعون لفيديوهات سوف ترككم فيديو خاصة نفس العملية بصنوق الوصف سوف ترجعون لهم وتتعلمون كيفية ترفع الكويل من محلة بدون من إنتزاء المتربورد بشكل كامل عن طريق الكاوي الاعتيادية يعني بدون الحاجة إلى الهوتقون حاليا خلصنا من عملية عزل معالج الرسومات سوف نستبدل معجون المعالج وننظف اللابتوب بشكل كامل وننظف مجموعة تبريد مالتها ونعمل الفحص سوف ترككم معنا نظفنا الكويل نظفنا البورد مثل ما ترون ومستحن المعجون مع المعالج القديم والفان أيضا فققناها ونظفناها بشكل جيد لريدي يعرف كيفية تنظيف الفان أيضا راجع الفيديوهات السابقة اللي تخص عملية تنظيف اللابتوب أنا ما خلتها حتى ليطول الفيديو عليكم ويكون مختصر مفيد وظلت آخر عملية وهي عملية الدهن الفان بهذا الشكل فان رجعت جديدة مثل ما ترون دعني زبون ثواني نحن نتالي فان رجعت جديد تنسيت الإنسان هنال براقم الفان قمنا بتجميع اللابتوب خير ونعمل الفحص ماته ونشوفكم نتيجة النهائية. وهي تجميع اللابتوب وتشغيلها وتنصيبها ويندوز وتعريف الكارت الشاشة مثل ما شوفون انتل اجدي غرافيكس 4000 هو الكارت الوحيد الذي ظهر امامكم واللابتوب شغاله بشكل ممتاز عدد البطء اللي بيها طبعا بسبب عدم وجود اس اس دي هذا كل شيء اللي عندي بفيديو اليوم اتمنى يكون الفيديو اعجبكم اذا عجبكم الفيديو ان تنسوا بالاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد. قاموا يا قمسيب جديد مكانت جديد اي تك فهم الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة